اشتركوا في القناة غربية ستتراجع سرعتها أكثر مع نهاية اليوم درجة الحرارة حالياً 46 درجة مئوية الرطوبة النسبية 7% متراجعة متوقعها ترتفع خلال الأيام القادمة ستكون شوي أعلى وتصل 15% خاصة على مناطق الساحلية رؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر صور القمار الصناعية سماء خالية من السحب على الكويت وستستمر ويانا الوضعية هذه العدة أيام مع الرياح الشمالية غربية اليوم ستكون موجودة ويانا لكن امتداء من يوم الغد ستتحول إلى متقلبة الاتجاه وتتراجع سرعتها بشكل ملحوظ باشر وخلال الأيام القادمة تأثير منخفض الجوي لا يزال مستمر مساء اليوم بإذن الله تتراجع سرعة الرياح تدريجياً ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر جواء صافية ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 35 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي وأقلها سيكون 32 إلى 31 درجة مئوية الموج من 1 إلى 4 قدم بإذن الله باتشر ستتراجع سرعة الرياح أكثر ستكون متقلبة الاتجاه الرياح بشكل ملحوظ ابتداء من ساعة الصباح اليوم وحتى منتصف نهار يوم الغد والبحر سيكون خفيف الموج إلى معتدل بعض الشيء من 1 إلى 2 قدم الهوالكوس سيكون ملحوظ على المناطق الساحلية فرص الرطوبة ستكون موجودة على المناطق الساحلية درجات الحرارة خلال فترة الذروة والظاهرة تتراوح ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق وتصل إلى 49 درجة مئوية لكن بعد الساعة الثلاث تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية مساء يوم الغد الرياح تتراجع سرعتها أكثر وتكون متقلبة الاتجاه إلى كوس بين الحيم والآخر من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة يوم الغد سرعة الرياح بوجه عام ستكون حول هذه المعدلات درجات الحرارة تراوح ما بين 38 إلى 37 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء الجزر درجات حرارتها ستكون أقل من ذلك البحر باتر سيكون خفيف الموج معتدل بعض الشيء من 1 إلى 2 قدم المدى الأول الساعة 5 و 42 دقيقة صباح المدى الثاني الساعة 5 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 11 و 33 دقيقة قريب الظهر والجزر الثاني الساعة 11 و 53 دقيقة مساء فترة هذه من فترات الفسادة ما التقص المتوقع خلال الأيام القادمة بإذن الله درجات الحرارة بوجه عام ستتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية قد تصل الخمسين في بعض المناطق والرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام راح تكون متقلبة الاتجاه إلى الكوس وفرص الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية أجواء صافية والسرعة هذه راح تتراوح ما بين العشرة إلى الثلاثين كيلومتر في الساعة في أغلب الأيام بذن الله وراح تتفاوت تقريبا من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة والصغرة تتراوح ما بين الواحد وثلاثين إلى الثلاثين والخمس وثلاثين درجة مئوية الهوى الكوس فرص الرطوبة راح تكون موجودة ويانا تتراجع سرعة الرياح الأجواء الحارة لا تزال مستمرة والرطوبة راح تكون ملحوظة ويانا خلال الأيام القادمة نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة